اه اه يلا خل خل امسك نفسك شوية اه الحمد لله راك يا فواز امسك ايش تدول بتشيفها ان شاء الله اه اه بسه و رب الله انا فرحا فيك باهم انت عملت معهم ايه عامل ايه عملت عميد طبعا الكترة تكلب الشجاعة حتى ايه ايه واه اه هتبسك نفسك شوية يا فواز اه ايوه على المسهل بيقول من خب سينيوم وانه برحمني من امثالك ده حج صحيح اه اخرت خدمة الغزة على اه 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 ايه 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 هتيجي ما تقلقشي اه اه شفتها هفجئتنا اه صباح الخير يا حج صباح الخير يا حج يا حج اتقاذك يا حج يا مرسي حج خير حج فيه حج اخبار بنتك يا شفت الحمد الله حج بسم الله الرحمن الرحيم دي مجموعة توكيلات لمجموعة شركات من برا مصر هياخدوا سبعين في المية من انتاجنا السنوي يا رضو في دول جنوب شارق اسيا وبعد الدول اوروبية بربع اضعاف التمن ايوة بس مش سبعين في المية من انتاجنا كتير شوية حج وده الكلام اللي انا قلته للحج يا ابني اه بس هي بصراحة صفقة مغرية ما هو ده اللي خلينا فكر فيها يبقى بقى لازم نشتغل عليها وفصصها كويس قوي طب وانا جميعهم بالنهاردة عشان كده واحنا جاهزين يا حج جاهزين ايه يا اخناقة ولا ايه قعد يا ابني قعد انا بلوك روح ضربه حج زكي وامر حج عايزك تاخد ورقة المشروع ده تدرسه صحا القانوني منه الصغرات والمشاكل اعلمني 24 ساعة صعب اوة حج امر ايه اللي جاهزين وامنا اعتبروا حصل مرسي وامر حج يا سامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر يعني مين اللي يعرفهم في مصر تهميني قاود يا مرسي ها 48 ساعة تحت عمر ايه حج كده بقى حج نتفرغ انا وانت وربنا يا عين على الراس الكبيرة نخلص ونجيب اخره هبكت العزيز طبعا انا ورا انا غيره ايه يا ريتنا ما جيبنا سهرته شو احبارك يا فاتية بابا ايه يا روحي بحانة يا بابا وانك يبكت كل هلوقت انا تبهزلت غيابك يا بيه مين بهزلك يا رفيه طعا شوف يلا حصل في مايا لك شو صالت حكوم طلع مجوز ثلاث غيري يا بيه ثلاثة فواز الصياد طلع مجوز غيرك ثلاثة وعلى ذنته لا 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 انا ماني مصدع على حكي شوف فيك ارحاله ديك البرقية شوف تلك الزاد النصطب شو عمل صياد لا طلع صياد ماهر وعرف يحطني بالشبكة بيناتهم كلهم عجيبة وغريبة دايما بيذكر ربه وش حادي وراب السجادة وبعدين بيحكوش اثنانه بالمسواك وما بيسلم على الستات يطلع متجوز ثلاثة لا 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 شو كان بيقصب علينا وليا مخب بيأسر متل ما نحنا خباينا عليه انه كنت مخطوبة وكيف عارف انك كنت مخطوبة؟ لك تولي عارف كل شي هيدا انسان مش هين يا بيأ اللي فكرنا موسى تلع فرق انا مش رحقدر استحمل هالشغلة ولك هيدا مجوز كوارث هول او رح يجننوني او رح يموطوني لازم شوف لك صرفة معه روح احكي معه روح يا جميع روح خلينا نفكر بعقل وحكمك شو بدي روح قلو انت متجوز ثلاثة وبنتي زوجة الرابعة هيقلي يا سنين بيه الشرع محلل لأربعة والشرع محلل بالطلاق لا يا حبيبة قلبي يا مايا ما تغلطي يا روحي هلا ما في طلاق خلينا نفكر وانتكتك بهدوء اخو المحلوشي طلع في عرق لبناني مستني يا ايه يا روح حمك لما جوزك يعني تزوج على واحدة تانية ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها يا محرم عليك ما تقولي ليش كده فواز لا يمكن حيطلق بقى مرت ايه يا حبيبتي على راسك ريشة على قديك ينقش الحنة يا بيت يا بيت ده أنا خايفة هالهيكي فواز ما بيطلقش من واحدة خلف منها أنا عارفة كويس وبعدين أنا حاجة تانية ده هو إن مخليني حطولهم كلهم حيبوهم ما يلحمنا عشان ما يخلفوش ده ناس هاتر وغطاء مش ممكن فواز حيجي فيهم ويبعني ايه يا بيهوة دي وانت بقى فرحة للأخي معممك ولبسك السلطنين وهو معضيح بالتلسينة ملكش دعوه بالليبيديو بينجوزي يا تسوي وهم يا أخويا بقى شتكيلك ما تعال يا بخ سمك لا سم ولا أحزنون انت اللي جايبها بجرينيه يا عمات وعياتي فحضن أمي يا أخويا باشكلها أهمي وبقولها اللي نفسي فيه والا دي كمان كتير علي وإذا ما كانش لها ما كان في بيت أبويا أمي هي اللي تقولها لا ده أنا قلبي وبيتي وحضني مفتوح لك يا دنايا طبطابة عليها يا أختي طبطابة وإحنا إن شاء الله بيتي يقول لها بيها عشان ترتاحك غري علجتك دهية إيه القراءة يا أخوة دي وبعدين رجلتها حرة المباطعة في خيرنا وإحنا مرميين رمية الكلاب دي قلت البيل اللي بيدفع عنه أنا بدفع على أختنا أختنا؟ وإذا كانت أختنا شايفها حيرة بالسلع وساكتة لا إله إرزو الله هي ملهاش دعوة يعني إيه ملهاش دعوة لا إذا كان يابني ساكتة على حقها بيه مش هدوز دعوائنا إحنا بفلوسه طبعا يا بيه كل يوم جاوزة لوز معشر وإحنا شغالين شغلنا صودة بناخد منها أكملتوش ما يكفوش حتى الدخان كل واحد باخد نصيبه ما تبصش لغيرك وإنت هترتاح وإذا كان غير دعوك النصيبي أسيبه؟ ولا ما تردي أنا ما تردي هبتع الجامعة ترد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه عالتالين يا مهار اسود هنشتغل عماء وإحنا أصحاب بال حيات أمي ما يحصل أبدا وأنا أراك فوازة الصياد لآخر نفس سوء إيه؟ حلوة طرطة اللي جابتها يا نهار؟ صدق أنت قد بارد شوف يا أساس فاهمي أنا قريت التظلم بتاعك وده خلاني هرجع للملف بتاع حضرتك وهدرسه من جديد اكتشفت إيه بقى؟ ادخل فاضل فاني شكرا فاضل فاني لا فاضل يا باشي شكرا شوف أنا اسمعها فاضل يا باشي شد الباب شكرا اكتشفت إيه بقى فملف حضرتك إن كل الفواتير الموجودة مش مختومة عشان كده اترفضت وعشان كده اتحددلك التقديل الجزافي ده ولا أنا قدر أقولهولك دلوقت يا أستاذ فاهمي إنك ترجع تراجح حساداتك تاني من جديد أو تشوف لك محاسب وزبط لك الدنيا نعمل أنا شخصيا مقدرش أعمل ده في أي حال يا أستاذ علي يا أستاذ علي يا أستاذ علي مرغ المطلوب دخل ربي يوت وأنا مساعدة أعمل أي حاجة بس يخص ويقل شوية معاولين وعلى فكرة لا أستاذ علي أنا برضو ما بنساش الجميل وأعناي اللي تنسيك شوف أستاذ فاهمي اللي قدر ورولها دلوقت إن أنا أعتبر نفسي ما سمعتش أي حالة من اللي انت قلتها دي تفضل لهم المطلوب تفضل لهم